خبرات بالنسبة للمرحلة اللي جاية لكن كمان وحن بكلم في هذا الجزء 113 سنة يوم الجمعة القادم إن شاء الله تاريخ النادي الأهلي ده طبعا يعني توصيق تاريخ النادي الأهلي مثلا مهمة جدا لأنه تعرض لإهمال شديد جدا خلال النصف الأول من القرن العشرين بدايات السبب أن في البدايات خالص كانت حركة الحركة الرياضية أو الرياضة ما كانش فيه تقريبا رياضة وكانت فيه بداياتها حتى الرياضة العالمية أو الرياضة الدولية الحركة الولمبية بدأت مع بدايات القرن أو نهايات القرن اللي فات 1896 أو الدورة الولمبية مع بدايات القرن بدأت بدأ الناس تعرف أنه فيه حاجة اسمها ألعاب لومبية لمدة يعني عشر خمساشر سنة بدأت الألعاب لومبية التكبر شو بدأ الاهتمام بالرياضة يزيد وبالتالي ما كانش فيه في المنشورات أو في الصحف اللي بتصدر في ذلك الزبان ما كانش فيه إزاعة ما كانش فيه تليبزيجيون ما كانش فيه الصحف نفسها ما كانش بتهتم قوي بالجانبر الرياضي ده خالص إلا من إلا يعني حاجات كده على الماشي بسيطة جدا البدايات هنا في بداية النادي الأهلي هي طفولة الحركة الرضية أو طفولة رياضة مصر خطل الطفولة دي إما بنرجع لها زي بالإنسان بيرجع لطفولته كده بتبقى يعني حين الإنسان بيعني بيبقى مبسوط قوي أو بيبقى يعني بيحب يستعيد الزاكرة إما كان طفل كان شكله إيه كان لبسه إيه كان إيه ده مهم جدا حتى بالنسبة للسادة المشاهدين المشاهد بيحب يعرف تاريخ النادي العظيم ده بدأ إزاي وتالي مسألة توصيقه ومسألة مهمة جدا لأن النادي الأهلي يعني جزء كبير جدا من تاريخ مصر مؤسسة عملاقة جدا بتقوم بدور اجتماعي مهم جدا وغير ما قلنا قبل كده مسألة الروح الرياضية دي مسألة يعني في صميم المجتمع في صميم في صميم قيم المجتمع انت داخل في قيم المجتمع في صميم قيم المجتمع فالأهلي مهوت بده كمؤسسة طربوية فبيقضي دور مهم جدا وزي ما قلت المرة فاتت دور ما بتقومش بمؤسسات أخرى زي مثلا مؤسسات دينية يعني اللي أظهر والكنيسة وحتى مؤسسة التعليم ما عندكش كتاب في الروح الرياضية يعني ما عندكش منهج في الروح الرياضية الروح الرياضية ايه ما عندكش لكن عندك منهج في كل حاجة إلا دي وده مهم جدا للنادي الأهلي هو مدرسة أو قلعة مهمة في هذا الصدد يعني فده أهمية تاريخ النادي الأهلي هو أهمية رسالته الاجتماعية اللي هي تحت أنوان عريض وتقول عليها بقى كلام كتير الروح الرياضية التسامح الروح الرياضية دي يعني التسامح الاجتماعي بين الناس التسامح السياسي بين القوة المتنزعة أو القوة المتنفسة التسامح الاجتماعي التسامح الديني مع الآخر المختلف عني زي بقى متسامح معها لأن الرياضة بتعمل ده وده بتعمل على في الملعب قدامنا في الملعب يعني في نمازج نموذج قدامنا في الملعب الحكاية دي مش موجودة في كتب يعني منفعش أقولها بالتلقين حكاية التلقين ده كتعليم ما بتجيبش أي نتيجة والخطب ما بتجيبش أي نتيجة لكنه بيجيب العمل على الأرض العمل على الأرض الناس دي كلها الناس بتتفرج ملايين الناس بتتفرج على القصة دي لما بيشوف فريق منهزم وفريق كسبان والفريق الكسبان بيروح يسلم يصافح على الفريق يسلم على الفريق المهزوم فبيدي هنا الرسالة في منتهى الأهمية أن الإنسان حتى في حياته يعني يكافح وتقبل الهزيمة بروح رياضية ويكافح تاني من أجل أنه في أنا كنت لسه بتكلم في الحكاية دي في افتتاح الألعاب الأولمبية فيه كده سلوجان كده بينزل على شاشة اللوحات الألكترونية بيقول الأهم شيء هو المشاركة الألعاب الأولمبية مش الفوز مش الفوز هو المنافسة في حد ذاتها هي دي الهدف مش الفوز وبعدين تحتيها سلوجان تاني أهم شيء في الحياة مش الحصول على الجائزة أو النص ولكن هو الكفاح الفلاحة اللي في الغيط اللي بتعزق اللي بتلم الزرع اللي بيعمل حاجة عشان الناس تأكل ده الدعم الكفاح اللي بينزل يكافح عشان أكل عيشه ده الكفاح هي دي الرسالة الرسالة العميقة جدا لمسألة الرياضة ومسألة الروح الرياضية اللي احنا بتكلم وبما أن النادل الأهلي هو يعني قلعة كبيرة أو كيان كبير أو جمعة كبيرة ومدرسة كبيرة لهذه القامة من هنا تأتي هامات أن احنا تاريخ النادل الأهلي بنهتم بيه وأنا بالمناسبة يعني يعني الشيء اللي بتعمله قناة الأهلي في هذا صدد دي من الأشياء المهمة جدا القيمة جدا اللي تعيش يعني دي الشيء يعني دي من الأشياء اللي أنا شايفها هذا التوجه من قناة الأهلي في توصيق وتسجيل هذا التاريخ ده يدل على عقلية فعلا مهتمة بالنادل الأهلي بل مهتمة بالتراث بالتراث والتاريخ لأن التاريخ ده هو التجربة الإنسانية هو تراكم الخبرة اللي انت مش محتاج يعني أحيانا خلاص ما تحتاجش أن انت تفكر ححل المشكلة دي زي لأن كل المشاكل مرت عليك فشفت الآخرين شفت أبائك وأجدادك الأباء المؤسسين وغيرهم تعاملوا مع هذا النوع من المشاكل إزاي فأنت عندك تجربة حضرة وبالتالي لابد من إحيائها من وقت الآخر عشان نعرف يعني أجدادنا وأبائنا كانوا ماشيين إزاي الفرسان النبلاء اللي بدنوا النادل الأهلي حطينها نصب عينهم وهي معيار حتلاقي في كل الحالات هو معيار الروح الرياضية مع معيار الأخلاقي بيسبق دايما البطولة أو بيسبق لو اصطدمت المعيارين لو اصطدمت البطولة رغبتك في البطولة مع معيار الروح الرياضية فالأهلي دايما كان بينتصر لمعيار الروح الرياضية الروح الرياضية شكرا